مصير محطة رامسيس والجيزة بعد افتتاح محطة باشتيل دلوقتي خلاص محطة باشتيل الجديدة في الجيزة افتتحت رسمية ودي بقت المحطة الرئيسية القطارات الصعيد محطة دي هتساعد في تخفيف الزحمة الكبيرة اللي كانت في محطة رامسيس اللي خلاص بقت مخصصة القطارات الواجه البحري بس يعني لو انت رايح الصعيد هتلاقي نفسك دلوقتي بتنزل او تطلع من محطة باشتيل يعني محطة باشتيل بقت المحطة الرئيسية للناس اللي بتروحوا تيجي من الصعيد بالنسبة للمحطة الجيزة ما تقلقش هتفضل شغالة زي ما هي وما فيش اي تغيير في نشاطها تذاكر كمان مفيش فرق في اسعارها عن اللي كانت يعني متسعارة عليه الفرق الوحيد ان اسم محطة الوصول بقى باشتيل بدل رامسيس الحكومة اختارت باشتيل لانها في مكان متوسط بين محطتي رامسيس والجيزة وكمان متصلة بوسائل نقل كتير زي مترو الانفاء والمونوريل وخطوط الاوتوبيسات الترددية كل ده هيخلي حركة النقل اسهل واسرع خصوصا لاهل الصعيد محطة كمان اتبنت على مساحة كبيرة حوالي 57 فدان وده ساعد في ان الخدمات تكون افضل واسرع بعيدا عن التكدس اللي كان موجود في رامسيس افتتاح محطة باشتيل هيكون بداية لتطوير وسائل النقل وتخفيف الزحمة في شوارع القاهرة عشان الناس تقدر تسافر بسهولة وامان